من عملية اجلائهم الى ارض الوطن الى مراكز الحجر الصحي مباشرة فنادق خصصة التكفل بالحالات المشتبه بها مواقع يصعب الوصول اليها من شدة تطويقها امنيا فهمناهم بين المدة ما تكون 10 ايام اقصىها 14 يوم وفهمناهم باليارة من حال الولدين تاحهم لحال العائلة تاحهم للبلدين تاحهم بس كعنا من تلمسان من ورغوات من تبسة من عنابة من قسنطينة احنا رانا مسخرين لنا لهذا الوطن من مؤسس الجوارية العناصر رانا هنا قالوا نخدموا هنا يحتى تنتهي هذه المهمة ما كاش اعرض الناس رام في صحة جيدة رام حكمين بيوت تحمى ما كان حتى حالا وهي العملية التي نأمل ان لا تكشف حالات اصابة جديدة وعليها فحوصات طبية دقيقة ستقدم لهذه الحالات مع توفير ظروف اقامة مريحة لهم نساهم ونعاونوا في هذا الازمة والمحنة الضيوف تعنا راهم في احسن ظروف نحن نفعل كونسلتاشون جنرال لنرى ان يكون هناك امتد فيه او حاجات اخرى عندي اخويا راه هنا راه انتك راه بي الحمد لله هذه هي المبادرة الوحيدة التي تقدر تخرجنا من هذا لازم التوعية اربعة عشر يوما في الحجر الصحي مدة ستجنب البلاد خطر تفشي الوباء اشتركوا في القناة